السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وطبتم وطبا مجلسكم وتبوأتم من الجنة منزلة وهذا هو المجلس الأول بإذن الله في شرح رسالة المسترشدين للإمام الحارس المحاسبي إن شاء الله يكون شرحا موجزا أو تعليقا موجزا مع القراءة السريعة بقدر الإمكان متوسطة السرعة حتى نستفيد من هذا الكلام الطيب لهذا الإمام السوري الجهبذ والإمام المحاسبي رحمه الله كان معروفا بالزهد والورع والتقوى والإخلاص لله سبحانه وتعالى وانتقد عليه البعض المبالغة والإيغال في الفكر ومحاربات الوساوس والهم أو ما أشبه ذلك الإمام أحمد انتقده في بعض المسائل وانتقد عليه موضوع في الاعتقاد بعض المسائل الاعتقادية لهو نظام المذهب الأشعاري الثاني لأن الإمام الأشعاري مره بثلاث مراحل المرحلة الأولى مرحلة الاعتزال ما كانت فيها 40 سنة تقريبا ثم المرحلة الثانية مذهبه التأويلي المشهور الذي أخذ به الكثير الآن والمرحلة الثالثة هي مرحلة أهل السنة عندما رجع إلى مذهب أهل السنة وكتب كتاب الإبانة وهو مطبوع ومحقق ونسبته ثابتة له نعم فإذن بالنسبة للإمام المحاسبي كان مع الاعتقاد الثاني للإمام الأشعاري ويعني هي مسألة اجتهد العلماء فيها فأخطأوا فإذا اجتهد العلماء أو الحاكم أو العالم فأخطأ فله أجر وإذا اجتهد فأصاب فله أجرا فإذن نحن نأخذ الصواب ونطرح الخطأ نأخذ الصواب ونطرح الخطأ هذا هو المنهج العلمي العرصين بشرط أن يكون الإنسان مميزا للعلم فاهما له حتى يستطيع أن يميز السقيمة من الصحيح نعم عد غير قول الله تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب نعم فنبدأ بإذن الله تعالى مع رسالة المستقشدين للإمام أبي عبد الله الحارث ابن أسد المحاسبي البصري المتوفى ببغداد سنة ثلاثة واربعين ومئتين هجرية رحمه الله واسكانه في سحة جنته ومع تعليق وتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبي غدة رحمه الله لعل الكتاب يوعد عندكم الآن كتاب طبع طبعات كثيرة إن شاء الله هذه التقدمة تقدمة الطبعة السنية الحمد لله ولي كل حمد وسناء والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد الخاتم والخاتم الرسولي والأنبياء وعلى آله وصحبه وأتباعه نجوم الاقتداء والاقتداء أما بعد فهذه الطبعة السنية من رسالة المستقشدين للإمام أبي عبد الله المحسر رحمه الله بعد أن نفذت الطبعة ولقت رضا القبول الحمد لله على فضله وتوفيقه وجاءت هذه الطبعة أوفت حقيقا وأكثر تعليقا والحمد لله على فضله فقد أكثر أكثرت فيها من الشوائد والوقائع والحكايات عن السلف تأييدا لما تضمنته رسالة من الإرشاد والتوجيه أو النهي والتحذير ليكون ذلك أرجى قبولا في النفوس وأدفع إلى العمل والانتسال وأطيب على القلب والفكر من الأمر أو النهي الصريح المباشر وقد حسن القرآن الكريم هذه الطريقة وقررها فقال ولقد جاءه من الأنباء ما فيه مزدجع قال بعض العلماء الحكايات جند من جنود الله يثبت الله بها قلوب أوليائه قال وشاهده قوله تعالى وكلا نقص عليك من أنباء وسليمان وثبت به فؤادك وقال الإمام ورحمة الله الحكايات عن العلماء ومحاسنهم أحب إلي من كثير من الفقه لأنها آداب القوم نعم وشاهده قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده وقوله سبحانه لقد كان في قصصهم عبرة لولي ألبا وأنا أزيد على هذا وأذكر قول شيخنا العلامة دكتور سعيد صالح حفظه الله عندما قال لنا لازلتم بخير ما ذكرتم علماءكم أو ما ذكرتم الصالحين وقال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة نعم ومن أجل هذا التزمت غالبا عزو الأقوال والوقائع إلى أهلها باستنزالا لرحمة بذكرهم كما التزمت غالبا إنشاء الترحم والترضي عليهم لكريم سيارهم سيرهم وطيب عطرهم فقد قال الإمام أبو محمد بن ميمي يقبحوا بكم أن تستفيدوا منا ثم تذكرنا ولا تترحم علينا نعم وقد كان كبار الأئمة من السلف إذا ذكروا الصالحون في مجلسهم تأدبوا في هيئة جلسهم رعاية لمقام الصالحين ولو كانوا غائبين فلا أقل من أن الترحم عليهم نحن الخلف إن فتنتأدب عند ذكرهم قال الإمام بن مفلح الحنبل في كتابه الفروع والحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب قال أبو زرع الرازي سمعت أحمد بن حنبل وذكر عنده إبراهيم بن طهمان وكان أحمد متكئا من علا يعني كان وريضا فاستوى جلسا وقال لا ينبغي أن يذكر الصالحون فنتكي وذكر أبو الوفاء بن عقيل في الفنون أبو الوفاء هذا كان عالما جهبذا كبيرا وهذا الكتاب من أكبر مصنفات الإسلام إن لم يكن أكبرها على إطلاق كما ذكر الإمام الزهبي وغيره ومنه من رأى منه المجلد كذا ومائتين أو سلسمائة كتاب خمسمائة مجلد تقريب الفنون ذكر أنه كان مستندا فأزال ظهره وقال لا ينبغي أن يجري ذكر الصالحين ونحن مستندون بالأدب قد جبلت القلوب على حب تقليل الصالحين والسير على منوالهم وعلى رغبة في التأسيب بهم والاقتداء بأفعالهم وأقوالهم فلذا تراني أردت في تعليقاتي من أقوال وقائع العلماء والصالحين والعابدين والمجاهدين والزهاد والصابرين ما يدفع بالمؤمن الموصول بإيمانه إلى أن يتأسى بهم ويتشبه بسيرتهم ويعمل بعملهم وأن يزداد قوة وشكيمة في دينه وجهاده وصبره وبلائه وأن يكون خير خالف لخير سلف وكما قيل وتشبه إن لم تكون مثلهم إن التشبه بالكرام فلاحوه ومجلسة الصالحين أو سمعوا أخبارهم أو قراءة وقائعهم وسيرهم من أهم مقاصد الحياة عند العقل الصلحاء فما تحبب الدنيا للعاقل إلا لتكمل صفاته وتكثير حسناته وتزوده منها لآخرته وفي هذا يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لولا سلس في الدنيا لما أحببت البقاء فيها لولا أن أحمل أو أجهز جيش في سبيل الله ولولا مكابدة الليل يعني قيام الليل والعبادة فيه لتحصيل ما فيه من جزيل الثواب ولولا مجلسة أقوام ينتقون أطائب الكلام كما ينتقى أطائب التمر أو الثمر انتهى وقد حرصت أن تتضمن تلك الوقاية والشراهد والأخبار وكثير من أمور الهدفة التي يحتاجها شبابنا وبناتنا في البيت والمجتمع من التوجيهات الغالية والأفكار الهدية والأخلاق الواعية لتكون لهم عونا على حضرهم وزادا معهم في سفرهم فما حوج الطالب الشاب بل أعزل الغريب المحارب بالمؤرعيات من كل جانب مع دفع تيار المجتمع الذي يعيش فيه إلى نسياق ونخراط في كل شيء ما أحوجه أن تغذى فيه العقيدة المؤمنة ويذكى فيه الخلق المسلم ويشب فيه العمل الصالح في الجو الفاسد ويذكر بسيرة السلف الأبرار ليحفظ نفسه بتقدير الله يتعلم ما يحيط به فما أشد حاجة الشاب المؤمن في غربته إلى مثل هذا الزاد الروحي السليم ليتغذى به كل يوم غدوة أو عشية فيبقى محافظا على شخصيته المؤمنة من أن تذيبها بحرجة الحضارة الفاتنة الخلابة ويسلم من الترد في مساوي أخلاق أهلها التي تبدو زينتها وتخفى محنتها والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي والله الكريم أسأل أن ينفع بها ويكتب لها القبول ويجعلها في كفة الحسنات عنده يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمنهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا وغفر لنا إنك على كل شيء قدير يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمنهم بشرعكم ليوم جنات تجري من تحت الأنهاء وخلدنا فيها ذلك هو الفوز العظيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وكتبه عبد الفتاح أبو غدا غفر الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله فهذلك في تقريز من الشيخ حسنين محمد بخلوف مفتد ديع المصري السابق الأسبق رحمة الله أثناء على هذا الكتاب ويقال لهذا الإمام وصفه حجة الإسلام الغزالي بأنه حبر الأمة في علم المعاملة وله السبق على جميع الباحثين عن عيوب النفس وآفات الأعمال وأغوار العبادات كان رحمه الله من الرعيل الأول من الصوفي الصادقين وكان إماما في الحديث والفقه والكلام وله في علومها عدة كتب ومصنفات أكثرها في التصوف وتهذيب النفس والزهد وآداب السلوك والتصوف الإسلامي تربية علمية وعاملية للنفوس وعلاج لأمراض القلوب وغرس للفضائل واقتلاع للرذائل وقمع للشاهاته تدريبا على الصبر والرضى والطاعات وهو مجهدة للنفوس ومكابلة لنزعاتها ومحاسبة دقيقة لها على أعمالها وتروقها وحفظ للقلوب عن طوارق الغفلات وهواجس الخطرات وانقطاع عما يعوق السالك في سيره إلى الله وزهادة في كل ما يلهي عن ذكر الله ويعلق بالقلوب سواه هو معرفة لله ويقين وتوحيد لله وتمجيد وتوجه وتوجه إن الله إقبال عليه وإعراض عما سواه وعقوف على عبادته وطاعته ووقوف عند حدوده وتعبد بشرعته وتعرض لنفحاته وهباته التي يخص بها أوليئه وأحبابه فضلا منه كرم وجملة القول فيه قبل تدوينه كفن إسلامي وبعده أنه علم وحكمة وتبصرة وهداية وتربية وتهذيب وعلاج ووقع وتقوى واستقامة وصبر وجهاد وفعون من فتنة الدنيا وزينتها وأبتعاد وقد أشار إلى طرف من ذلك أبو محمد الجريري بقوله في وصفه إنه الدخول في كل خلق سني والخروج من كل خلق دني وقوله التصوف مراقبة الأحوال واللزوم الأدب والأدب كما أشار إليه القشيري في الرسالة جماع خصال الخير وحاصلها التفقه في الدين والزهد في الدنيا والمعرفة بما لله عز وجل من حقوق وعن أبي نصر نستراج الناس في الأدب على ثلاث طبقات أما أهل الدنيا فأكثروا آدابهم الفصاحة والبلاغة وحفظ العلوم والمنظوم وأما أهل الدين فأكثروا آدابهم في رياضة النفوس وتأديب الجوارح وحفظ الحدود وترك الشهوات وأما أهل الخصوصية يعني الصوفية فأكثروا آدابهم في طهارة القلوب ومراعاة الأسرار والوفاء بالعهود التي بين العبد والرب وحفظ الوقت وقلة الالتفاة إلى الخواطر وحسن الأدب في مواقف الطلب وأوقات الحضور من قامات القرب انتهى فالتصرف كما ترى لب الشريعة وروحها وترى حكما ترى قد قال السيد الطائفة الجنايد علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة ومن لم يحفظ القرآن ولن يكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر والطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا التصرف السني الصحيح وقد اختص هذا النوع من العلم الشرعي في عصر التدوين كما أشعره ابن خلدون في مقدمته باسم التصرف أو علم الحقيقة كما اختص النوع الآخر منه الخاص بالحكم الفرية في العبادات والمعاملات باسم الفقه أو علم الشريعة وقال بعض الصوفية في بيانة تربط هذين العلمين وتعاونهما في تكوين شخصية المسلم الكامل ظاهرة وباطنة حسا ومعنى مادة وروحا حقيقة بلا شرعة باطلة وشرعة بلا حقيقة عاطلة فهما للمسلم كجناحي الطائر لا يستقل بأحدهما دون الآخر ذلك هو التصوف النقي من الشواب الذي لم يخالطه زيغ ولا شطط ولا جهل ولا ابتداء وهو تصوف العلماء والنساك العائفين بالله القائمين على حدوده المتمسكين بشرعته أمثال أبي سعيد الحسن البصري المترفى سنة عشر ومائة أبي إسحاق إبراهيم بن أدهم البلخي المترفى سنة ستة عشرة ومائة وأبي سليمان داود بن النصير النطائي المترفى سنة خمسة وستين ومائة وأبي علي الفضيل بن عياد الخراساني المترفى سنة بمكة سنة سبع وثمانين ومائة وأبي محفوظ المعروف بن فيوز الكرخي المترفى ببغداد سنة إحدى ومائتين وأمثال أبي نصر بشر بن الحافي بن الحارس الحافي المروزي ثم البغداد المترفى سنة سبع وعشرين ومائتين وأبي عبد الله الحارس بن أسد المحاسبي البصري صاحب هذه الرسالة الرسالة المستقشدين المترفى سنة سبع وعبعين ومائتين وأبي الفضي ذنون المصري المترفى سنة خمسة وعبعين ومائتين وأبي الحسن سري بن المغال لسل السقطي المترفى سنة سبع وخمسين ومائتين السري السقطي هذا كان خال خال الإمام أمين خال أبي القاسم الجنيد نعم المترفى سنة سبع وخمسين ومائتين وأبي زكريا يحيى بن معاذ الرازي الواعز المترفى بن عيسى بورس سنة سبع وخمسين ومائتين وأبي سعيد أحمد بن عيسى الخراز البغددين المترفى سنة سبع وسبعين ومائتين وأبي محمد سهل بن عبد الله التستري المترفى سنة سبع وسبعين ومائتين وأبي القاسم الجنيد البغدادي شيخ الطائفة المقدم المترفى سنة سبعين وتسعين ومائتين وأمسال أبي محمد رعيم بن أحمد البغددين المترفى سنة سلاسين وثلاثمائة وأبي العباس أحمد بن محمد ابن ساهل بن عطاء المتعفى بن عطاء اللي السكندري هذا بخلافة بن عطاء اللي السكندري وابيل عباس احمد بن محمد ابن ساهل بن عطاء المتعفى سنة تسعين وثلاثمية وابي محمد احمد بن محمد الجريري المتوفى السنة 11 و300 وابي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري صاحب الرسالة المشهورة متوفى السنة 65 و400 وحجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي صاحب الإحياء المتوفى السنة 55 وامسالي أبي محمد عبد القادر الجيلاني متوفى السنة 61 و500 وابي حفص عمر بن محمد السهر وردي صاحب عوارف المعارف المتوفى سنة 230 و600 والإمام أبي الحسن الشاذلي علي بن محمد المتوفى سنة 56 و600 وابي العباس أحمد بن عمر المرسي المتوفى بالإسكندرية سنة 68 وابي الفضل أحمد بن محمد بن عطاء الإسكندري المتوفى سنة 9 و700 والإمامي بن القيم المتوفى سنة 51 و700 وأمثال السيد عبد الله بن علوي الحداد الحضرمي المتوفى بحضرات سنة 230 و100 وشمس الدين الإمام محمد بن سالم الحفني المتوفى بالمصر سنة 81 و100 وبركات أحمد الدردير العدوي المالكين متوفى بمصر سنة 21 و200 و1000 وغيرهم ممن لا يحصيهم العدو من المتقدمين والمتاخرين من أعلام أئمة تصوف العرفين في مختلف العصور رضي الله عنهم أجمعين طبعا كل هؤلاء العلماء بشر يصيبون ويخطئون فخذ الصواب وترك الخطأ خذ الصواب وترك الخطأ في بعض المشاكل ممكن يكون أخطأ في شيء ممكن يجتهد في شيء معين فأخطأ خذ الصواب يا أخي وترك الخطأ يعني ما تعملش X على الشخص كاملا خذ منه خذ منه الصواب ولا تغادر الشخص كاملا حتى تمتفع منه وهذا هو الصواب وهذه الحكمة ما دمت مميزا تستطيع معرفة الصواب من الخطأ وتقتبس من العلماء وتعرض الكلام على العلماء حتى تعرف الصواب من الخطأ والحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو حق الناس ولهؤلاء الأئمة وأضرى بهم كلام جيد وعصين وحكم شافية ومؤلفات قيمة في الأصول والفروع والأعمال النفسية وإحوال القلوب وخطرتها وأخطارها وعلاجها وفي الأداب والأذواق والمواجد والأحوال النفسية والمجاهدات على تشدد من بعضهم في السلوك وتفاوت حسب تفاوت أقدارهم في العلم والذوق والعرفان وجميعهم إنما يصدرون في ذلك عن كتاب الله وهدي النبوة وما روي عن العرفين من أمة الإسلام من أقوال وأعمال وأحوال هذا هو التصوف الصادق الذي ملأس مع الدنيا وأعينها قبل عصر التدوين وبعده هؤلاء وأمثلهم وصفية حق الصادقون قبلا وفعلهم إنهم نحاسب وضي الله عنه التصوف المنتحل وهناك تصوف زائف انتح له قديما فئام من الناس أشرب تعليم الباطنية الحلولية وتدثروا بدسار الصوفية اجتذابا للعامة وتغريرا وخداعا وتلبيسا ودسوا في التصوف إلحادهم ومقالاتهم الشنيعة في الدين إضلالا للمسلمين هؤلاء ليسوا من الصوفية ولا التصوف في شيء ويمكرهم كل الإنكار أولئك الأعلام الذين ذكرناهم وأضرابهم ويحسبونهم أدعياء في نسبة في نسبه مزورين وزنادقة ملحدين وقد كشف خبأهم وفن دم زعيهم وأبطلت صوفهم كثير من ألمتي ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية والإمام بن القيم رضي الله عنهما وهناك آخرون انتسبوا إلى الصوفية زرا واتخذوها سمة وحرفة وتوارسوا فيما بينهم بدعا وشعارات زائفة وتقاليد منكر ويبرأوا منها تصوف أعلامهم من أولي العلم واليقين وهؤلئك ذلك أدعياء في التصوف دخلاء في الصوفية مبتدعون آثم وإحقاقا للحق وإنصافا للصادقين يجب أن لا يحمل أوزار أولئك الأدعياء المبطلين وأن لا يطلق القول في ذنب التصوف والصوفية بل يعطى كل فريق حقه من المتح أو الذم أو الترغيب أو التحذير دون تعصب أو تحيف وإنما أفضنا في هذا الميان ليتعرف القارئ أن الإمام المحاسبي صاحب الرسالة وأمثاله من الصوفية إنما هم من أولئك الصوفية الصادقين في نجيم وأقوالهم وعلومهم وفي رسالة محاسبي دليل على ما ذكرنا وفيها تربية للنفوس وتهذيب للطباع وعلم صحيح لمن يطالعونها بذقة وعناية مع تعليقات الأستاذ المحقق الذي له الفضل في نشر هذا التراث العظيم وشرحه نفع الله بما أجزل متوبتهما آمين كتبه حسنين محمد مخلوف مفتد ديار المسرية السابق نقول الآن الأسبق وعضو جماعة كبار العلماء رحمه الله ورحمه الله بعد ذلك في تقدمة للطبع الأولى لا داعي لذكرها قد تطالعونها وتقرؤونها إن شاء الله بيبين المخطوطات التي صار عليها وأنه علق على هذا الكده ترجمة المؤلف هو أبو عبد الله الحارس بن أسد المحاسبي البصري المولد البغدري المنزل والوفاة الإمام العرف الناطق بحكمة عديم النظير في زمنه ورعا وعلما ومعاملاتا وحالا أحد الزهد المتكلمين في العبادة والزهد المؤعز وعرف المحاسبي لكثرة محاسبته لنفسه يا سلام عرف بالمحاسبي لكثرة محاسبته لنفسه ولم يعرف تاريخ ولادته وكانت وفاته ببغداد سنة 43 وماتين رحمه الله تعالى روى الحديث عن يزيد بن هارون وطبقته وأخذ عن الإمام الشفعي كما ذكر أبو منصور البغدادي في أصول الدين وروا عنه الأبو العباس بن مسروق وأحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي والشيخ الإمام الجنيد وله معه حكايات مشروعة إسماعيل بن إسحاق السراج وأبو علي الحسين بن خيران وأحمد بن القاسم بن نصر وأحمد بن عبد الله بن عيمون وغيرهم كان رحمه الله تعالى ناسكا عابدا وصوفيا زايدا وفقيا ومتكلمة أيضا مبكيا ومحدثا راويا أوتي فصاحة لسان وبرعة بيان ونصاعة جنان أيقل حتى إذا حدثك عن شيء ترهيبا أو ترهيبا جعلك كأنك ترى رأي العين وتحس به إحساسا مباشر له ولا ينفصم عنك حديثه إلا وقد أقنعك بالحجة وألبسك اليقين بما يقول وما يقول أبو عبد الله إلا خيرا ونصحا تشهده فيما يكتبه مستوفين الخطرات والخلجات وخيما بالنداعة قيام صدق ويقين ومشاهدة وكثيرا ما أبكاك فيما ناجاك ويتبدى لك إشفاقه عليك من النار وهو لها فيما يوليك من نصح ويخلصك من موعظه وربما يطيل إليك النفس في الإقناع بما يدعوك إلى فعله أو تركي إطالة الأبي الرحيم الخائف الواجر على ولده من شديد العذاب ولقد كان أبو عبد الله رحمه الله يستنفذ كل وقته في الخير إما تذكيرا وإما تألفا وإما عبادة بين يدي الله عز وجل حتى لا يفوت نفس من أنفاسه إلا وقد أدى وظيفته من الخير والطاعة التي يرجو ثوابها عند الله تعالى وذلك كثرت تصانيفه وكتبه لقالت شيخ تاج الدين بن السبكي في ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى عن بعضهم أنها تبلغ مئتي مصنف وأغلبها في الزهد والسلوك والتصوف وكثير منها في أصول الدين ورد على المعتزلات والرافضة والقدريات وغيرهم من المخالفين وبعضها في الفقه والأحكامي وكتبه على كثرتها كثيرة الفوائد جمة المنافع وخاصة كتبه في علوم التصوف وتزكية النفس والروحي تعد وصولا لكل من صنف فيها بعده حتى الإمام أبي حامد الغزالي رضي الله عنه قال الشيخ من الإمام محمد زاهد الكوسري رحمه الله تعالى هذا كان مفتي الخلافة العثمانية آخر واحد تقريبا في نهاية الخلافة رحمه الله لقد كان أثر الإمام المحاسبي على الإمام الغزالي كبيرا لقد تبطن الغزالي كتاب الرعاية في كتابه الإحياء الله وقال الإمام المناوي هنا ضم المناوي في ترجمة المحاسبي في الكواكب الدورية في تعاجم السادة الصوفية قال التميمي هو إمام المسلمين في فقه والتصوف والحديث والكلام وقال غيبه لهم مصنفات نافعة الجمة بحيث تبلغ نحو مئتين مؤلف وناهيك بكتاب رعاية وكيوتو به في هذه العلوم وصول لمن صنف فيها قال في الإحياء المحاسبي حبر الأمة في علم المعاملة ولو السبق على جميع الباحثين نعنويه بالنفس وآفات الأعمال وأغوار العبادات وكلامه جدير بأن يحكى على وجهه وقال حافظ ابن حجر في نكتي على ابن الصلاح والمحاسبي من أئمة الحديث والكلام وكان له في تدوين علمه وإن شاء تآلي في طريقة غريبة حكاها الحافظ ابن عيم في ترجمته في الحلية فقال قال الجنيد كان الحارث المحاسبي يجير إلى منزلنا ويقول اخرج معنا نصحر أي إلى الصحراء فأقول له تخرجني من عزلتي وأمني على نفسي إلى الطرقات والآفات ورؤية الشهرات فيقول اخرج معي ولا خوف عليك فأخرج معه فكأن الطريق فارغ من كل شيء لا نرى شيء أن نكره فإذا حصلت في المكان الذي يجلس فيه قال لي سلني فأقول له ما عندي سؤال أسألك فيقول لي سلني عما يقع في نفسك فتنثال علي السؤالات فأسأله عنها فيجيبني عنها للوقت ثم يمضي إلى منزله فيعملها كتبا نهض الشيخ المحاسبي في تدوين أحوال النفس وتزكيتها وبعن عيوبها في وقت مبكر في ختام القرن الثاني وقرن الثالث للهجرة وكان هذا العهد يزخر بالاشتغال بالحديث رواية وحفظا وكتابة وارتحام في طلبه وتحصيله وكان لأولئك المحدثين ورواتي نظرة ناقدة حادة لكل من تحول عن طريقتهم وسلك مسلكا آخر في العلم فقيا كان أو مذكرا أو متكلما ولهذا لقي الشيخ أبو عبد الله المحاسبي انتقادا شيئا من معاصره الروات والمحدثين الذين يرون العلم كل العلم رواية الحديث سندا ومتنا لها بحثا وفقا ويعون إعمال الرأي في فهم الأسر خرجا عليه فإذا بلغوا مع العلم أنه تكلم في مسألة باحثا مجتهدا أو متكلما قال في صفة من صفات الله قولا أو مذكير أو متكلم قال في صفة من صفات الله قولا أو مذكير تحدث عن حال النفس كاشفا منقبا ثارت لذلك حفظته منقم عليه ما صنع وقال فيه ما يعونه ملاقيا للجرح الذي اتصف به في نظرهم وفي كتب الجرح والتعديل وقائع غير قليلة من هذا النمط لذا قال الحافظ الزهبي في ترجمة المحاسبي في ميزانيات الدهالي والمحاسبي العرف صاحب التواليف صدوق في نفسه وقد نقم عليه بعض تصوفه وتصنيف انتهى فلغربت أن نجد الحافظ أبا زرعة عزي رحمه الله تعالى ينتقد الشيخ المحاسبي وكتبه وطريقته أشد انتقاد تمشيا منه مع بيئته الحديثية التي يحيا وتموج من حوله موجا عوى الخطيب البغددي في تاريخ بغداد بسنته إلى سعيد بن عمرين البغدعي قال شهدت أبا زرعة وقد سئل عن حاجة المحاسبي وكتبه فقال للسعيد إياك وهذه الكتب هذه كتب بضعين وضالات عليك بالأسعر فإنك تجد فيه ما يغنيك عن كل عن هذه الكتب قيل له قيل له في هذه الكتب عبرة قال من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة بلغكم أن مالك بن أنسين وسفيان الثورية والأوزعية والعلمة المتقدمين صنفوا هذه الكتب في القطرات والوساوس وهذه الأشياء هؤلاء قوم الخالف أهل العلم أي أهل الحديث يأتون مرة بالحارس المحاسبي ومرة بعبد الرحيم الدي بلي ومرة بحاتم الأصم ومرة بشقيق ثم قال ما أسرع الناس إلى البدع ما أسرع الناس إلى البدع انتهى ويعلل حافظ بن رجب الحنبلي نهي أبي زرعة وأحمد وغيري ما عن مسلك الحارس المحاسبي تعديدا آخر غير الذي أسلفته فيقول رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم عند حديث استفتقى البكر وإن أفتاك المفتونة وإنما دم أحمد وغير المتكلمين على الوساوس والخطرات من الصوفية حيث كان كلامهم في ذلك لا يستند إلى دليل شرعين بل إلى مجرد رأي ودوق كما كان ينكر الكلام في مسائل الحلال ومجرد رأي من غير دليل من غير دليل من غير دليل من غير دليل كما كان ينكر الكلام في مسائل في مسائل الحلال وحرام مجرد رأي من غير دليل شرعي انتهى وقال حافظ بن رجب في المناقبة من البدع التي أنكر أحمد في القرآن قوله وقال إن الله تكلم بغير صوت فأنكر هذا القول وبدع قائله وقد قيل إن الحالة المحاسبية إنما هجره أحمد لأجل ذلك انتهى قال أبو العباس بن تيمية وهذا سبب تحذير أحمد من الحالة المحاسبية فذكروا أن الحالة المحاسبية تاب من ذلك واشترع علما وفضلا وحقائق وزودا انتهى من كتاب شرح الكركة بل منير في أصول الفقه الحمبلية تقييد دين الفتوحي من ضميمته المتممة له قال عبد الفتاحي يعني أبو غدة وهذا يفيد أن انتقاد الإمام أحمد للمحاسبين إنما كان بسبب دخوله في مسائل من علم كلامي في حزب ويشهد لذلك ويعززه ما قاله الخطيب لا يظهر عندكم الصوت سبحان الله كان الصوت مغلقا نعم كان الصوت مغلقا عزقا لا بس خير إن شاء الله إن شاء الله في التسجيل سيظهر كل شيء إن شاء الله بارك الله قال عبد الفتاحي وهذا يفيد أن انتقاد الإمام أحمد للمحاسبين إنما كان بسبب دخوله في مسائل علم الكلام فحسب ويشهد لذلك ويعززه ما قاله الخطيب البغددي نحن في صفحة ستة واحد وعشرين ما قاله الخطيب البغددي رحمه الله تعالى في تاريخ بغداد وكان أحمد بن حمب لا يكره للحارثين نظره في الكلام والتصانيف فهو الكتب فيه ويصد الناس عنه وما قاله الشيخ تاج الدين ابن السكي رحمه الله تعالى في طبقات الشفائية اعلم أن الإمام أحمد رضي الله عنه كان شديدا نكيب على من يتكلم في علم الكلام خوفا أن يجوغ ذلك إلى ما لا ينبغي ولا شك أن السكود عنه ما لم تدعو إليه الحاجة أولى والكلام فيه عند فقد الحاجة بدعة وكان حاجة المحاسبي وقد تكلم في شيء من مسائل كلام قال أبو القاسم النصر أبو القاسم النصر آبادي بلغني أن أحمد بن حمب لا هجع بهذا السبب لأنه يعني تكلم في مسائل علم الكلام قلت وهذا قد يقع بين علماء في كل عصر ومصر اجتهادا منهم في تصحيح ما يره أحدهم خطأ من صاحبه ولو بذلك أجر أو أجران أما ما ربه الخطيب وغيره من أن الحارث المحاسبية تكلم في شيء من علم الكلام فهجعه الإمام أحمد بسببه فاختفى الحارث للتعصب العامة لإمام أحمد في دار بغداد ومات فيها ولم يصلي عليه إلا أربعة نفر فمستبعد ثبوته وصحته وقد أشعر إلى ذلك الحافظ زهبي فقال هذه حكاية منقطعة على أن التاج ابن السبكي قد قال كلمة من أطيب الكلمات وأعدلها حين تعرض لما قيل في مجرى بين الإمام الحاسبي والإمام أحمد حتى لقد جعلها الإمام عبد الحي لك نوي قاعدة من قواعد الجرح والتعديل وختم بها كتابه الرفع والتكميل في الجرح والتعديل وتلك الكلمة قوله رحمه الله تعالى في كتابه طبقة الشفية في ترجمة المحاسبي بعد أن ذكر التنافر بين أحمد المحاسبي ينبغي لك أيها المسترشد أن تسلك سبيل الأدب مع الأهمة الماضية وأن لا تنظر إلى كلام بعضهم في بعض إلا إذا أتى ببرهان واضح ثم إن قدرت على التأويل وتحسين الظن فدونك فدونك وإلا فضرب صفحا عما جرى بينهم فإنك لم تخلق لهذا فاشتغل بما يعنيك ودع ما لا يعنيك ولن يزال طالب العلم عن دين بلا حتى يخوض فيما جرى بين السلف الماضيين ويقضي لبعضهم على بعض فإياك ثم إياك أن تصير إلى ما اتفق بين أبي حنيفة وسفيان الثوري أو بين مالك وابن أبي ذيب أو بين أحمد بن صالح والنسي أو بين أحمد بن حمبل والحارث المحاسبي ولما جرى إلى زمان الشيخ إزدين بن عبد السلام والشيخ تقييدين بن الصلاح فإنك إن اشتغلت بذلك خشيت عليك الهلاك فالقوم وإمة أعلم ولقوا لهم حاملوا ربما لم يفهم بعضها فليس لنا إلا التغضي عنهم والسكوت عما جرى بينهم كما يفعل فيما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم انتهى وعمل خطيب أيضا بسنده إلى إسماعيل بن إسحاق السراج قال قال لي أحمد قال لي أحمد بن حمبل قال لي أحمد بن حمبل يوما يبلغني أن الحارث يعني المحاسبية يكثير الكون عندك يكثير الكون عندك فلو أحضرته منزلك وأجلستني يكسر الكون يعني يأتي كثيرا عندك فلو أحضرته منزلك وأجلستني من حيث لا يرني فأسمع كلامه فقلت السمع وطاعة لك يا أبي عبدالله وسرغني هذا الابتداء من أبي عبدالله فقصدت الحارثة وسألتها أن يحضرنا تلك الليلة فقلت وتسأل أصحابك أن يحضروا معك فقال يا إسماعيل فيهم كسرة فلا تزدهم على الكس بعصارة الدهن والتمر وأكثر منها ما استطعت ففعلت ما أمرني به وانصرفت إلى عبدالله فأخوته فحضر بعد المغرب وصعد غرفة في الدار فاجتهد في ورده إلى أنفرق وحضر الحارث وأصحابه فأكلوا ثم قاموا لصحة لعتمت إلى إشاء ولم يصلوا بعدها وقعدوا بين يدي الحارث وهم سكوت لا ينطق واحد منهم إلى قريب من نصف الليل فابتدأ واحد منهم وسأل الحارث عن مسألة فأخذ في الكلام وأصحابه يستمعون كأن على روسهم الطير فمنهم من يبكي ومنهم من يزعق وهو في كلامه فصعدت الرفة لأتعرف حال أبي عبدالله أحمد بن حبل فوجدته قد بكر حتى غشي عليه فانصرفت إليهم ولم تزل تلك حالهم حتى أصبحوا فقاموا وتفرقوا فصعدت إلى أبي عبدالله وهو متغير متغير الحال فقلت كيف رأيت هؤلاء يا أبي عبدالله فقال ما يعلم إن أني رأيت مثل هؤلاء القوم ولا سمعت علم الحقائق مثل كلام هذا الرجل وعلى ما وقفت من أحوال فإني لا أرى لك صحبتهم ثم قام وخرج انتهى قال الشيخ تاج الدين بن السبكي في طبقة الشفاية والحافظ بن حجر في تهزيب التهزيب إن منهى وأحمد عن صحبتهم لعلمه بقصوره عن مقامهم فإنهم في مقام ضيق لا يسلكه كل أحد ويخاف على من يسلكه ألا يوفيه حقه كذا قال وقد تابع ثانيهما الأول ونقل الإمام بن مفلح حنبلي في كتابه الفروع الجملة الأخيرة من هذا القبر ما أعلم أني رأيت مثلهم ثم أتبع ابن مفلح بقوله وقد نهى أحمد عن كتابة عن كتابة كلام منصور بن عمار ويستماعي للقاص به قال أبو الحسين لألا يلهو أي شيء أي لألا يلهو أيش يشتغل به عن الكتاب والسنة ويقول حافظ بن كثير في البداية وأنها يتفي ترجمة الإمام أحمد في ترجمة الإمام أحمد بعد أن حكى بعد أن ذكر هذه الحكاية بعد أن ذكرت هذه الحكاية تقال البهقي يحتمل أن أحمد كاره له صحبتهم لأن الحارث بن أسد وإن كان زاهدا فإنه كان عنده شئ من علم الكلام وكان أحمد يكره ذلك أو كاره صحبته من أجل أنه لا يطيق سلوك طريقتهم وما هم عليه من الزهد والورع قلت القائل بن كثير بل إنما كاره ذلك لأن في كلامه من التقشف وشدة السلوك التي لم يرد بها الشعور والتدقيق والمعساة الدقيقة البليرة ما لم يأتي بها أمر ولهذا لما وقف أبو زرعة الرازي على كتاب الحارث المسمى برعاية قال هذا بدعة ثم قال الرجل الذي جاء بالكتاب عليك بما كان عليه مالك السوري والأوزعي وليس ودع عنك هذا فإنه بدعة انتهى قال عبد الفتاح الذي أراه أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى إن منهى عن صحبته مع أنه رأاه على خير لأنه يعوى سلوك طريقته التي هو عليها وأصحابه أمثل خيرا وهو فائداية وحق هذا على فرض صحة هذه الحكاية ووقوعها إذ قد جاء فيها ما يدغضغ النفس شكا في حدثها ولهذا قال حافظ الزهبي ورحمه الله تعالى في الميزاني بعد أن وغدها وهذه حكاية صحية السنة منكوعة لا تقع على قلبي أستبدو وقوعها هذا من مثل أحمد وقد تبين لك من كلام الذين أسلفت كلام أهمهم العمة ابن تيمية وابن رجل من الخطير الوغددي والتاج السبكي وابن كثير أن نقد الإمام أحمد المحاسبي إنما كان صحيح من أجل تكلمه في مسائل من علم الكلام فقط وأما مسلك العبادي فلا شيء فيه بل قد أثنى عليه فيه الشيخ ابن تيمية تبغيئه من العمة وحيماهم الله تعالى وعلى كل حال صحت الهكاية أو لم تصح إنها تصور روحة التي تسود نفس أئمة ذلك العصر على من سلك مسلك المحاسبي رحمه الله تعالى وإيانا نعم هناك أمر آخر تقد على أبي عبد الله المحاسبي رحمه الله تعالى مكن في ناقده من نفسه وهو إعاد الحديث الضعيفة وبعض الموضوع في كتبه وتصانفه واعتماده عليها وجعلها أصولا يبني على ما تضمنته أو يبني على ما تضمنته المعاني والأحكام وهذا الشيخ الإمام أبو بكر بن العربي مع إجلاله لو اعتزازه به وثنائه عليه أطيار وثنائه ما واسعه إلا أن ينقذ منه هذه الناحية كيث قال في كتابه عرضة الأحوادي شرح السنن الترمذي عند شرح حديث الحلال وبين نرحه بين قال وأجل من تكلم فيه عالمنا وكبيرنا الحارس بن أسد فمن الأصول التي زعم قول عضية السعاد يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يترك ما لا بأس به مقافة ما به بأس ونحو هذا من الأخبار يعطى القول في ذلك وفاد فيما أعاد وجدد فيما أورد لو لا تعلقه بأحاديث ضعاف وبناؤه الأصول عليها وبناؤه الأصول عليها فإن وقف عليها علماء الحديث سخوا من ذلك وهزئوا به مع أنه لقي أحبار الدنيا في الحديث كابن أبي شيبة وغيره والذي عندي في ذلك والذي عندي في ذلك والله أعلم ما رويناه عن أحمد بن حنبل يستجيز لين الحديث في أمر الورع ورضي الله عن البخاري ورضي الله عن البخاري الذي لم يرى أن أن يتعلق القلب ولا يرتبط الدين إلا بالصحيح وبه نقول ولو ملنا إلى مذهب أحمد فلا يكون التعلق بليين الحديث إلا في المراعز التي تعقق القلوب فأما في الوصول فلا سبيل إلى ذلك انتهى ملخصا مصححا ما وقع فيه من تحريفات هذا المأخذ قائم على أبعد الله في كتبه لا يمكن التفصي منه فإن هذه الرسالة رسالة المسترجدين على صغارها جاء فيها طائفة من الحديث الضعيف وبعض الحديث الموضوعي كما ستقف عليه في تخرجها وقد سرى تساهله هذا إلى الشيخ أبي طالب المكي في قوة القلوب وإلى الإمام أبي حامد الغزالي في الإحياء وإلى سوى هرما ممن ألف في تصوف أحوال النفس وأما ما يورده من إسرائيليات فأغلبه مما لم نؤمر بتصديقه ولا بتكذيبه وتجرز حكايته لأبغته وللتعاضبه هذا والشيخ أبي عبد الله المحاسب رحمه الله تعالى نهج حسن طيب وهو أن تصوفه وهو أن تصوفه الذي دونه في كتبه راع فيه ما جاء في كتاب السنة وقوال الصحاة وأعمالهم بحسب علمه وفهمه وما نجد في كتبي فيما وقفت عليه شاطحات أو شيئا من التصوف الفلسفي إنما يقوم تصوفه رحمه الله تعالى على الدعوة إلى تصحيح العلم والعمل ومراقبة الله تعالى وتسكية النفس وتطهيرها من الأدران وتقريبها من ردوان الله عز وجل وبتعبير آخر لم أرى المحاسبية نعم وبتعبير آخر لم أرى المحاسبية نعم وبتعبير آخر لم أرى المحاسبية بكتب يكتب أو يتحدث إلا فيما تحته عمل وهذا منهج شرعي شرف يشكر عليه ويساب به إن شاء الله تعالى أما بيان أبي عبد الله المحاسبي فهو من التغازي الأول فصاحة وسلاسة وجمال أداء وحسن استيفاء له قلم سيال وبيان أخاد ولغة نظرة في الدروة من الفصاحة والإشراق ولو في كتابه هذا وفي كتابه التهم ورعاية جمل وقطع من الكلام ما يجبع من تردادها وسماعها لما حاوت من دقة التصوير وجزالة اللفظ وأخذ القلب بمعنها والسماء بمبنى ولغرابة في ذلك فقد كان أبو عبد الله في العصر الذهبي عاصر عاصر الجاحظة وطبقته من فصحاء العربية وأدبائها كما عاصر معروفا الكرخية والسرية السقطية وبشر حافية من زهاد الأمة وصلحها فلا بدعا أن يكون صاحب وقلم وبيان وروح وجهن رحمه رحمة الله عليه طرف من أحواله وأقواله من أحواله حكى بن ضافر المغربي في كتابه حكى بن ضافر المغربي في كتابه أنباء نجباء الأبناء أن الحارس المحاسب هو صبي مر بالصبيان يلعبون على باب رجل تمار فوقف الحارس ينظر إلى لعبهم وقرج صاحب الدار ومعه تمرات فقال الحارس كل هذه التمرات قال الحارس ما خبرك فيها قال إني بعت الساعة تمر من رجل فسقطت من تمره فقال أتعرفه قال نعم فالتفت الحارس إلى الصبيان الذين يلعبون وقال أهذا الشيخ مسلم قالوا نعم فمر وتعكى فتبعه التمر حتى قرض عليه فقال فقال والله ما تنفلت من يدي فقال والله ما تنفلت من يدي حتى تقول لي حتى تقول لي ما في نفسك مني فقال يا شيخ إن كنت مسلما فأطلب صاحب التمرات حتى تتخلص من تابعاته كما تطلب الماء إذا كنت عطشانا شديدا شديدا يا شيخ تطعم أولاد المسلمين السحطة أي الحرام أنت مسلم فقال الشيخ والله لتجرت للدنيا أبدا قال أخو الشيخ في رسالة ابن خلي كان في الوفيات وابن حجر في تذيب تذيب غيرهم قال الجنيد مات أو مات أو الحارس المحاسبي يوم مات وإن الحارس لمحتاج إلى دانق فضة وخلف أبوه سبعين ألف درهم فلم يأخذ منها شيئا ولا حبة واحدة لأن أباه كان يقول بالقدر فرأى من الورعي ألا يأخذ من ميراثي شيئا حكى كل من الحافظ يا ابن عيم والخطيب البغداد والخطيب البغدادي والشيخ القشيري والتج ابن السبكي وغيرهم أن الشيخ الجنيد هو تلميذ الحارس المحاسبي قال كان الحارس كثير الضر سيء الحالي شديد الفقير أجتاز بي يوما وأنا جلس على البابين فرأيت على وجهي زيادة ضري من الجوع فقلت له يا عمي لو دخلت إلينا نلت من شيئا عندنا قال أو تفعل قلت نعم وتسروني بذلك وتبروني فدخلت بين يديه ودخل معي وعامدت إلى بيت عمي سريعا وكان أسعى من بيتنا لا يقل من طعمة فاخرة لا يكون مثلها في بيتنا فجئت بأنواعين كثيرة من الطعام فأضعته بين يديه فمد يده وأخذ لقمة فرفعه إلى فيه فعيته يلوكها ولا ولا يزدر ولا يزدرد ولا يزدردها أي لا يستطيع بلعها فوثب وقرج وما كلمني فلما كان أنا الغذي دقيته فقلت يا عمي سررتني ثم نرست علي قال يا بني أم الفاقة فكانت شديدة وقد اشتهدت في أن أنال من الطعام الذي قدمته إلي ولكن بيني وبين الله علامة إذا لم يكن الطعام مرضيا بأن كان فيه شبهة اكتفع إلى أنفي منه زفرة فلم تقبل نفسي فقد رميت تلك اللقمة في دهليز في دهليزكم وخرجت زاد خشير ثم قلت له تدخل اليوم فقال نعم فقدمت إليه كسرا يابسة كانت لنا فأكل وقال إذا قدمت إليه إلى فقير شيئا فقدم إليه مثل هذا حكى الشعراني في الطبقات الكبرى والمناوي في الكواكب الدرية عن الحارث المحسبي نفسيه قال عملت كتابا في المعرفة وعجبت به فبينما أنا ذات يوم أنظر فيه مستحسنا لو إذ دخل إذ دخل إليه شاب عليه ثياب غسة عليه ثياب غسة وسلم علي وقال يا أبو عبد الله هل لك المعرفة تحق للحق على الخلق أو حق للخلق على الحق فقلت له حق للحق على الخلق فقال هو أولى أن يكشفها لمستحقها قلت بل حق للخلق على الحق قال هو أعدل من أن يظلمه ثم سلم علي وخرج قال الحارث فأخذت الكتاب وغسلته وقلت لا تكلم في المعرفة بعدها أبدا تكرى أبو نصر السراج الطوزي في كتابه اللومعيد قال دخل أبو حمزة الصوفي دار الحارث المحسبي وكان للحارث دار حسنة وثياب النظاف وفي داري وفي داري شات مرغية فصاحت الشات مرغية فشهق أبو حمزة شهقة وقال لبك يا سيدي فأضب الحارث وعمد إلى سكين فقال إن لم تتم من هذا الذي أنت فيه أذبحك حكى الأستاذ أبو القاسم الكشير رحمه الله تعالى في ترجمة المحاسبي في رسالة قال الأستاذ أبو عبد الله بن خفيف نقتد بخمسة من شرقنا والبقون سلموا إليهم أحوالهم الحارث بن أسد محاسبي والجنيد بن محمد وأبو محمد رويم وأبو العباس بن عطاين وعمر بن عثمان المكي لأنهم جمعوا بين العلم والحقائق روض خطيب في تاريخ بغداد وابن السوكي في طبقة شفائية عن الحسين بن إسماعيل المحاملي القاضي قال قال أبو بكر بن هارون المجدر سمعت جعفر ابن أخي أبي ثوري يقول حضرت وفاة الحارث محاسبي فقال إن رأيت ما أحب تبسمت إليكم إن رأيت غير ذلك تبينتم في وجهه قال فتبسم ثم مات رحمه الله تعالى وأكرم مقامة من أقواله قال لكل شيء جوهر وجوهر الإنسان عقله وجوهر العقل التوفيق وفي لغض آخر وجوهر العقل الصبر قال خيار هذه الأمة الذين لا يتشغلهم آخرتهم عن دنياهم ولا دنياهم عن آخرتهم قال حسن الخلق احتمال الأذى وقلة الغضب وبسط الوجه وطيب الكلام قال من لم يشكر الله تعالى على النعمة فقد استدعى زوالها قال كل زهد زهده على قدر معرفته ومعرفته على قدر عقله وعقله على قدر قوة إيمانه وقال الظالم نادم وإن مدحه الناس والمظلوم سالم وإن ذمه الناس والقانع غني وإن جاعه الحريص فقير وإن ملك وقال من صحح باطنه بالمراقبة والإخلاص زين الله ظاهره بالمجاهدة والتباع السنة وقال لا يصلح عبد إلا أصلح الله بصلاحه سواه ولا يفسد عبد إلا أفسد الله بفساده غيره وقال صفة العودية أن لا ترى لنفسك ملكا وتعلم أنك لا تملك لنفسك ضررا ولا نفعه وقال الإخلاص إخراج الخلق من معاملة الله تعالى والنفس أول الخلق وقال من اجتهد في باطنه ورسه الله حسن معاملة ظاهره ومن حسن معاملته في ظاهره مع جهد باطنه ورسه الله لدائة إليه لقبليه تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبولنا وإن الله لمع المحسنين مؤلفاته إن شاء الله نتوقف عند مؤلفات الإمام نشوف هنا المؤلفات كم ربما تنتهي بها المقدمة خلص إذن إن شاء الله نأخذ أيضا مؤلفات سريعا معلفات الإمام المحاسبي مؤلفات كثيرة كما سبقت مع زرقتنا وسيدة النورة إن شاء الله نأخذ مؤلفات ثم نشرع إن شاء الله معلفاته الإمام المحاسبي مؤلفات كثيرة كما سبقت الإشارة إليها في الصفحة السبعة السبعة عشرة والثامنة عشرة والذي عرف اسمه أو وجوده منها حتى الآن ما يلي رعاية الحقوق الله عز وجل طبع في أوروبا ثم بمصر دون تاريخ التواهم طبع بمصر السنة تسبعين وقمسين وثلاثم ألف ثم بحلب من نحو ست سنتين رسالة مسترشدين وهي التي بين ذلك تطبع المرة السنة التي قد ترجمت ترجمها عن طبعتها الأولى إلى لغة تركية الأستاذ علي أرسيلان الوعيز العام في دائرة الإفتاء في اسطنبول وطبعت هناك من السنوات القريبة رسالة الوصية أداب النفس الشرح المعرفة بدء من أناب إلى الله اهتها المسائل في الزهد وغيره المسائل في عمل القلوب والجرح المكاسب والورع والشبهة وبيان مباحية ومحظورة اختلاف الناس في طلبها ورد على الغالطين فيها ما هي العقل ومعناه اختلاف الناس فيه وهذه ثمنة تطبعت بقهيرات حديثا سنة 69 وتسعمائة وألف ميلادية وما قبلها بقليل البعث والنشر كتاب في الدماء كتاب في التفكور ولا اعتبار رسالة المراقبة تنبيه على أعمال القلوب في الدارة على بحدينات الله كتاب العظم القصد ورجوع إلى الله تعالى كتاب النصاري مختصر كتاب فهم الصلاة كتاب الرضا ذكر المحاسبي في المسائل في أعمال القلوب فهم القرآن نقل منه الشيخ نترمية كما في مجموع الفتاوى فهم السنني نقل منه السيطير في الإتقان في النوع الثامن عشر رحم الله المحاسبية وغفر له أكرمه برضوانه الكريم آمين وإيانا أجمعين والأصل في الدعاء طبعا أن ندعو لأنفسنا ثم ندعو الآخرين غفر الله لنا وله ورحمنا الله ورحمه وأسكننا جميعا الفردوس الأعلى والحبيب صلى الله وسلم بارك الله فيكم ونفع الله بكم إن شاء الله نلتقي على الخير في مجلسنا القادم وعدا ومع أول كتاب رسالة المسترشدين للإمام الحارث المحاسبي غفر الله لنا وعملنا بالحسنة ورحم إمامنا المحاسبي وصلى الله وسلم وبركاته سيدنا محمد وعلى آله وصعبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته